السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا إخواني أخباركم كل شي بخير أتمنى أن تكونوا كاملين في الصحة والعافية كاملين بخير وعلى خير معكم هشام من قناتكم الكورة المغربية بالترجة لا تنسوا إخواني تقطع على زر إعجاب لكي يطلعوا ويحقق نتائج إيجابية خصوصا وأن القناة كتعرف تدهور كبير في المشاهدات أما بالنسبة للإخوان الذين يشاهدون الأول مرة إذا لم تحسيتوا على أننا كنقوموا مشهود كبيرة باش أننا نوصلوا المعلومة فما تنسوش تشاركوا بالقناة باش تساعدونا أننا نطوروا هذا المحتوى بشعار عاش المغرب لا عاش من خنى ولا غالب إلا الله والصحراء مغربية رغم كيد الحاقدين نمر إلى أبرز العنوين جلالة الملك محمد السادس يهنئ في اتصال هاتفية أعضاء منتخب الناشئين وليد الرقراك يخلق الحدث بالجزائر المغرب يزلزل الكابرانات والبوليساريو من قلب القرقرات فندق الشمو خيار النور زيارة مهمة لوفد إسباني إلى المغرب مئة فرد وأربعين شركة بقلب جنوب إفريق حضور مغربي بوزن يطبع جلسات البرلمان الإفريقية ما هي مكاسب المغرب من القمة العربية؟ تحليل ردا على السيفزاز الكابرانات نادت بركان يجري مباراة استعراضية ضد منتخب القبائل عالمة السفامة جورجيا بيلوني رئيسة إيطاليا تتحدى جلالة الملك محمد السادسة ناسية تقبلها طاحت طور الإسبانية مسؤول مغربي كبير يطالب باسترجاع المناطق الشرقية التي لا تزال تحت الاستعمار الجزائرية موريطانيا تتحرك وتعرض الوساط بين المملكة المغربية والبوليساريو لإنهاء النزاع الإقليمي المفتعل بالدليل والصور والبراهين المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة تعرض لمؤامرة من الكابرانات مرحبا بكم إخواني الكرام من جديد على إطر المقابلة التي جمعت مساء أمس الجمعة المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة بنظيره السنغالية أن أجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيدها في اتصال هاتفي أعضاء المنتخب الوطني على أدائهم الجيد في المباراة النهائية لكأس إفريق وتأهلهم لكأس العالم الفاني و 23 وهكذا أجل جلالة الملك محمد السادس اتصالا هاتفيا مع مدرب المنتخب الوطني المغربي سعي تيب حيث أعرب عن أحر التهاني للعبين والطاقم التقني والإدارية الذين بدلوا أقصى جهودهم وقدموا مردودا استثنائيا طيلة أطوار هذه المنافسة الرياضي ودع الملك محمد السادس أعضاء المنتخب الوطني إلى مواصلة هذا الزخم وتشريف كرة القدم الوطني ورفع رأية المملكة المغربية عالية موسيقى ألهب وليد الرجريكي مدرب المنتخب المغربية مدرجات ملعب نيلسون مونديلة بحضوره في النهائي الفتيان أمام المنتخب الصيني غالية ولد ظهوره في الدقائق الأولى من المباراة اتزت المدرجات وهاتف جمهور الجزائر باسمها حيث توتق هذه المشاهد غير المسبق وردد الجمهور نفس الشعارات التي كان يرددها وليد في نهائية كأس العلم بقطر سير 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 وقد طلب بعض أنصار المنتخب الجزائرية الذين كانوا بالقرب من جماهير المنتخب الوطني المغربية من وليد الرجريكي التقاط الصور والحصول على توقيعات منها وقد رحب وليد بتلك الطلبات بتحية القبول بين شيطية المباراة وتتمتع شخصية وليد الرجريكي بشعبية كبيرة في الجزائر ورافقه رشيد بن محمود مولني لجزائر من أجل تقديم الدعم اللازم لأشبال سعيد شبا ووصل الإطار الوطني للجزائر ساعتان قبل ضربة البداية في بادرة استحسنتها العناصر الوطنية وفاجأت الجزائريين افتتح أمس الجمعة التاسع عشر مايال جاري من سنة 2023 أول فندق بمواصفات عالية وحديثة بمعبر القرقارات الحدودي مع مورطاني حيث انتهت الأشغال به بالكاملة وبات جاهزا لاستقبال الزوار مغاربة وأجنب بأسعار تفضيلية مميزة ويحتوي هذا الفندق الأول من نوعه على صعيد مركز القرقارات الحدودية أقصى جنوب المملكة المغربية على عشرين غرفة متميزة لكورة أنيق واثنين وأربعين سريرا بالإضافة لمقهى ومطعم مجهزين بالكاملة وتقميمات ممتازة من حيث خدمة الواي فاي المجانية ويأتي هذا المشروع الواحدة في سياق تنفيذ اتفاقية شراكة كان قد صادق عليها المجلسة الإقليمية لعمالة إقليم أوسرد خلال دورة استثنائية عقدها العام الماضية بحضور الكاتب العام لدات العمالة إلى جانب المصادقة على تجهيز دارلي الضيافة بالمعبر الحدودية جادر بالذكر أن المعبر الحدودية القرقارات ينتظر طورة أوراشا موية ممثلة خلال الأيام المقبلة حيث لازالت تتواصل مجهودة السلطات المغربية لإتمام مجموعة من المشاريع الواعد وذلك تنفيذ للتعليمات الملكية السمية التي تأتي في إطار مخطة تنموي وعد يشمل كافة الأقاليم الجنوبية للبلاد أعلت وكالة إيفي الإسبانية أن المغرب وإسبانيا ستنظمان منتدى اقتصاديا في الدار البيضاء خلال الفترة ما بين السادس إلى الثامن يونيو المقبلة وفقا لبيان صادر عن السفارة الإسبانية في المملكة المغربي ويهدف هذا المنتدى إلى استكشاف فرص الاستثمار في مجالات القطاعات مثل الصناعات وصناعة السيارات ومن المتوقع أن تشارك فيها حوالي أربعين شركة إسبانية وسيتم رئاسة الاجتماع من قبل وزير الصناعة والتجارة والسياحة الإسبانية هيكتور غوميز هيرنانديزا الذي سيرافق وفد يضم نحو مئة شخصه يشارك وفد مغربي وزن دمن أشغال الدورة التانية للولايات التشريعية السادسة للبرلمان الإفريقية المنعقدة بميندراندا جنوب إفريق وشهدت فعالية الدورة التشريعية التانية للبرلمان الإفريقية حضورا قويا بتواجد رئيس مجلس المستشارين النعيمية في افتتاح الدورة العادية التانية من الانعقادة التشريعية السادسة وتعقد الندو حول موضوع الاتحاد الإفريقي لسنة 2023 تحت عنوان تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرى الافريقي الأهمية الاستراتيجية للبرلمان الإفريقية إذ يتم التباحد حول الدورة الذي يمكن للبرلمان الإفريقية لعبه في إنجاح هذا المشروع القاري الرئيد وأبرزت الفرق البرلمانية المغربية المشاركة على أهمية الدورة المملكة المغربية في نقل خبرات على المستوى التجاري لشركائها الأفريق وشدت على الدورة المملكة المغربية في تطوير مشروع التجارة بالقارى الافريقي والذي يعتبر آدة مهمة لتحقيق رؤية البلدان الافريقي بشأن التكامل الاقتصادية الإقليمية والتحويل الهيكلية لاقتصاد إفريقي وأكدت في الأخيرة انخراط المملكة المغربية ودورها الفاعلة في إنجاح مشروع التجارة بالقارى الافريقي لمن يسأل عن مكاسب المغرب من القمة العربية حيث اختتمت القمة العربية الثانية والثلاثين أمس الجمعة واعتمد مسلس الجامعة العربية على مستوى القمة إعلان جد وعرفت مشاركة الرئيس السوري بشار الأسد لأول مرة منذ آخر مشاركة له بسرطة سنة 2010 إن أجندة القمة ساخنة عربيا بناء على جدول الأعمال الذي تم وضعه في اجتماع وزراء الخارجية العربة الذي انعقد أول أمس مشار إلى أن أجندة القمة تصدر قضايا يمكن تصنفها بأنها قضايا تشكل إرت متراكم كالقضية الفلسطينية والأزمة الليبية ومواضيع أخرى ذات أولوية كالتعاون العربي المشاركة إضافة لقضايا رهينة وملفات مستجدة كأزمة السودان الشقيق وعودت سوريا بعد أزيد من عقدة من تعليق عطويتها وذلك رغم معارضة الدول العربية كثيرة لحضورها للقمة وبخصوص مكاسب المملكة المغربية من هذه القمة بالنسبة إلي المغرب والقضايا الاستراتيجية وكما سبق لم تحمل القمة العربية أي مسجدات بخصوص القضايا الاستراتيجية للمملكة المغربية ذلك لعدة اعتبارات أهمها أن المملكة المغربية تدبر ملفاتها وفق منطقة تدبير المباشرة وتناقش قضاياها في إطار مستويات أعلى من مستوى القمم العربي ولعل ما يعزز هذا هو مستوى التمتيلية ديبلوماسية للمملكة المغربية بالقمم العربي حيث غاب رئيس الدولة جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيدها عن القمم العربية منذ سنة 2005 ولا يجب أن يفهم من هذا أن المملكة منعزلة عن القضايا العربية المشتركة والأزمات المستعجلة بل إنها حاضرة دائما وكلما دعت الضرورة لذلك لاسيا في السياقات الفردية من خلال المبادرات المغربية الخاصة أما بخصوص قمة جدب المملكة العربية السعودية وبعد اكتفاء المملكة المغربية الشريفة برئيس الحكومة أو وزير الخارجية رئيسا لوفد المملكة كما حصل بآخر قمة حيثة مثل المملكة المغربية وزير الخارجية السيد ناصر بورط يمت صاحب السمو الملكية الأمير الجليل مولي رشيد جلالة الملك محمد السادس نصره الله في هذه القمة وذلك راجع للطابع الأخوي المتجدر للعلاقة المغربية السعودية فالمعهودة على المملكة المغربية دائما وفي جميع المحافل الدولية أنها تحسن تدبير مسألة التمتيلية الدبلوماسية للمحافل الدولية حيث دائما ما ترعي وزنا لشراكائها بشكل الذي يعكس صدقية أو أخوية العلاقات المتبادلة استنكرت جماهير مولودية الجزائر برمجت مباراة ودية تجمع فريقها أمام ما يسمى بمنتخب صندلي ورفضت جماهير الفريق الجزائري إقحام فريقها في متاهة سياسية مشراء إلى أن هذه الخطوة ستؤثر على مستقبل الناديه من جهتها كتب المعارض الجزائري وليد كبير جماهير وأنصار نادي مولودية العاصمة ترد على نظام العسكر وترفض مباراة جمهورية الوهمة وأضاف في تدوينة فيسبوكية مباراة العارة التي تسيء إلى النادي العاصمية العميدة التي كانت له دوما علاقة طيبة مع النوادي المغربي على جميع مقاطعة مباراة الفضيح هذا وطالب نشطاء التواصل الاجتماعي المغارب برد الدين الجزائرية والذي جاء عبر استفزاز المملكة المغربية من خلال إجراء مباراة بينما يسمى منتخب البوليساري ومولودية الجزائر بإجراء مباراة بين منتخب القبائل ونهضة بركان وجاءت هذه المطالب الشعبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المغربي بعدما أعلن النظام العسكري بالجزائر عن إحياء مباراة استعراضية بين فريق العاصمة الجزائرية ومنتخب متلاشيات صندية احتفالا بمرور خمسين سنة على تأسيس وهم الجمهورية الصحراوية في مخيلة الكابرانات موقف غير مفهوم من إيطاليا الدولة الأوروبية التي زاحت عن الطريقة الحيادة ورمت بعلاقتها القوية مع الرباط وهي تقدم على استفزاز المغرب وتعمل على افتتاح مركز قنصلية في مدينة تيدوفا المشكلة أن الدوبابة الإلكترونية الجزائرية يحاول تصوير الأمر على أنه اعتراف ديبلوماسي بالبوليساري لكنه ينسى أن ذلك هو اعتراف بكون تلك المنطقة غير تابعة لسيادة الجزائر ولم يصدر أي بلان توضيحية من وزارة الشؤون الخارجية المغربية أو صفارة المغرب بإيطالي حول هذه التمثيلية ومدى علاقتها بالصراع القائمة بين المغرب وصندلستان بشأن النزاع المفتعل حول قديس الصحراء المغربي ولسيما أن عددا من المدن الإيطالية تربطوا علاقات شاركة مع جماعات ترابية من الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية خبراء ومحللون سياسيون أكدوا أن ما قامت به إيطاليا لا يعد سوى أن يكون محاولة لجني أرباح اقتصادية كبيرة من الجزائر فإيطاليا لا تعترف بالبوليسالي ولن تعترف بها مستقبلنا وحسب ذات الخبراء فإن إيطاليا تحاول كسب ويد الطغم العسكرية لتصبح المصدر الأول للغاز الجزائري في أوروبا وبالتالي الاستفادة الاقتصادية في دلة الحرب الأوكرانية الروسية الجارية حاليا فاتح قنصولية أو قنصوليات من طرف دولة أو دولة في مدينة تندوفا لا يعطي أي قيمة لصندلستان وليس اعترافا بها وبالتالي من حق أي دولة فتح قنصولية في المكان الذي تراه مناسبا لها ولشعبها واقتصادية قال عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال والنائبة البرلمانية عبدالإله البوزيد إنه يتعين تقوية الجبهة الداخلية في إطار التعبئة الشاملة لاسترجاع المناطق الشرقية التي لا تزال تحت الاستعمار الجزائرية ومدينتي سبت ومليليا والجزر التابعة له وأضف البوزيد في تصريح الله لإحدى الجرائد المغربي أن تقديم وطيقة المطالبة بالاستقلال عكس رغبة المغارب في النظام الحكم والعيش الكريم وإقرار الديمقراطية مؤقدا أن النظام من خلاله كان مشاركا بين الشعب المغربي والحركة الوطنية والملك محمد الخميس وأن المسيرة الخضراء هي السمرار لهذه المعرك كما خضها المغارب وأن حزب الاستقلال ملصمر في خوض المعرك بالتزامه وتعهداته الصادق وأضف أيضا خلال كلمة ألقاها ضمن فعالية المهرجان الذي نظمه حزب الاستقلال احتفالا بالذكرى التاسعة والسبعين لتقديم وطيقة المطالبة لاستقلال أنه ينبغي استحضار البعدة الوطنية لهذه الملحمة الوطنية البطولية التي جسدتها الوعي الوطني وقوة التلاحم بين العرش والشعب وذلك من خلال الدفاع عن التوابط الوطنية في مقدمتها الوحدة الترابي ومواصلة استكمالها وأوضح أن استرجاع الأقاليم الجنوبية شكل حلقة مهمة أثبت فيها الشعب المغربية قدرته على ضحر مؤامرات خصوم الوحدة الترابي والتصدي للمخططات التي تهدف إلى تفتيت وحدة التراب الوطنية والسرسل إنه يتعين استعابة دروس من الملحمة البطولية المتمثلة في تقديم وطيقة المطالبة لاستقلال لمواكبة الدفاع عن الهوية الوطنية والإنسية المغاربي بما تقتديها من تحديات بأبعادها التقافية والفكرية والتعليمية والتربوية واللغوي وأشر إلى أنه ينبغي تعزيزة مشمع القيم وضمان الأمن الروحية في دل التحولات السلبية التي طرأت داخل المجتمع المغربية أمام تفشي عوامل إنحطاط القيم وتفاقم أزمة القيم داخل المجتمع المغربية وقال إنه يتعين استخلاص العبر من روح لحظة تقديم وطيقة المطالبة لاستقلال باعتبارها لحظة تاريخية ومن رموز حزب الاستقلال كونه الوليد الشرعي للحركة الوطنية من أجل مواصلة الدفاع عن إقرار الديمقراطية الحق والحرص على التفعيل السليم لأحكمة دصورة كشف المترشح السابق الرئاسية الموريطاني سيد محمد ويلد بوكر في حوار أجرى مع جريدة القدس أن حلق ديس الصحراء يكمن في تفعيل الوسطة الأممية وتدليل الصعابة التي تعتري طريقها بوية التوصل إلى حل سلمي ونهائي لهذا النزاع الذي يحضر بموافقة جميع الأطراف وأوضح السيد محمد ويلد بوكر في السياق ذاتها أن الموريطاني بإمكانها لعب دور بناء في إيجاد حل القضية وفق مقاربة مبنية على الحيادة الإيجابية في تعاطيها مع كل الأطراف وأردف المتحدث أن مصالح شعوب منطقة المغرب العربية تجلست فعلياً في إيجاد حل سريع للنزاع الذي طال أمده وشكل ولا يزال حجرة عطرة أمام تحقيق حلم شعوب المنطقة في بناء مغرب عربي كبير بإمكانه منافزة تكتولة الإقليمية والدولية وضمان مستقبل ظاهر وآمن لشعوب المنطقة المغاربية وكان المرشح سيد محمد ويلد مولودا قد تبندت الموقف قبل الانتخابات الرئاسية الموريطانية التي فاز بها محمد ويلد الشيخ الغزواني عندما أكد في كلمة الله بولاية تريس زمورة أن الموقف الرسمي لموريطانيا من نزاع الصحراء يجب أن يتمثل في الحيادة الإيجابية ودعم جهود الأمم المتحدة الرامية إلى إيجاد حل يرضي كل الأطراف انهزم المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة أن مناظره السنغالية بهدف مقابل هدفين مساء أمس الجمعة برسم نهائي كأس إفريقيا للأمم التي اصدفتها الجزائر بعدما كان متقدما خلال الشوطى الأول بهدف دون رد وجاء انهزم أشبر الأطلس بعدما قدموا آداء مبهرا خلال هذه البطول والذي لقي إشادة واسعة بعد تأهل إلى نهائية كأس العالم بقيادة الإطار الوطني سعيد شب وكان المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة قد تمكن من تحقيق التأهل لنهائي هذه البطول بعد فوز أمام المنتخب المالي العليد لحساب نصف نهائي المنفس لكن من جهد الموارات ودقق في ركلة الجزاء الممنوحة إلى المنتخب الصينغالية الشقيقة يلاحظ أن لمسة اليد غير متعمد ومسافة انحراف الكرة من رأس المهاجم إلى يد المدافع بودلالة ليست بالمسافة الكبير وحتى أن رأس المدافع المغربية كان منحني وبالتالي هذا يؤكد أنه لم يرى الكرة بتتنم هذه الضربة الجزاء الخيالية أترت الشك في نفوس المواطنين المغارب بحيث أنها كانت نقطة تحول المباراة ليبقى السؤال هل تعرض المغرب إلى مؤامرة جديدة بعد مؤامرة نصف نهائية المونديالة وهل للجزائر البلد المحتضن للمصابق يد في هذه المؤامرة أسئلة مشروع ونحن نعلم أن كبار السلطة الجزائرية يكرهون كل شيء مغربي وأخيرا أقول هنئة للأشقاء والإخوة والأصدقاء والرفقاء الصنغاليين تصحقون تتويجا لا يمكن إلا أن نكون سعداء بهذا المنتخب الذي أبان عن تفان ووطني وتمكنوا من تحقيق المهمة وهو التأهل لكأس العالم للأسف لم يكتب لنا الفوز خير هفغير ديمة مغربة ديمة مغربة بهذا الشعار أقول إلى هنا يا إخواني قد انتهت حلقة هذا اليوم أتمنى من الله سبحانه وتعالى لأن أتمنى الإعجاب لكم لا تنسوش تشاركوا بالقناة تفعلوا زر الجرس لا تنسوش كذلك دعمونا في زر إعجاب باش نواصلوا قدما إن شاء الله دمتم في رعاية الله إلى حلقة غدئنا إن شاء الله